صار تعليق أنه المكان هو كان غير مناسب لأنه ساحة الاحتفالات تعتبرها مهنانا هاي هنانا إحنا صرنا كبش فداء أيضا أنه فيه صار لغط حاول أنه لأول مرة تنفتح ساحة الاحتفالات أول مرة يصير فيها مثل هي شي حدث ضخوم بعد فترة طويلة أنه هذه هي المنطقة يعني مغلقة لفترات طويلة بس إحنا إذا ترجع بالزمنات يعني أنا صغيرة جدي كان يأخذنا تصير حفلات تقام العالم تقعد للليل بالحديق مسرحيات يعني أذكر مسرحية عادل إمام منعرضت بأحد القاعات اللي موجودة أنا حضرت للنجم جدت صغيرة حضرت ويا أهلي حفلات لإسماعيل الفروشي طبعا بساحة الاحتفالات فهو مكان ضخم مكان باستيعاب هلقت عدد من النجوم والضيوف فهي أكيد نوجلها تحية للنجمة شدة حسون هو صار اللغط على هذا بعدين إجي على الملابس مالتنا وإحنا هم ننصر نوية طبعا أنا ما أتبنى هذا الشيء اللي سرح أقوله لكن إنحجة هواية بما أنه أنت هنا فرصة أنه تردين اتهمتي بأنه صار مبالغة بالعري هذا اللي إنحجة عليكم وصار أكو أفورة باللبس ووجدتي هواية اتهامات أخلاقية ثانية تعري وكل هذا الكلام أو الجرأة المبالغة ردتش بجملة على كل الناس اللي علقوا هاي التعليقات أنا أريد أحتي كلمة من يمتى إحنا نقيص الشخص بملابسه يعني اليوم نجوهم هم يلبسون ومفتاح ويروحون يمكن الدول العربية هم يلبسون أكثر وناس احتيادين يعني إذا إحنا نجي للعراق فبال75 وبالسبعينات يعني أمهاتنا كانوا يلبسون الميليجوب والقصير فمن يمتى أنا أقيص الفنان بلبسه يعني هم نسوا إنه شنو داليا قدمت من 11 سنة من برامج ترفيهية من مسلسلات من فوازير من إيفينتات حضرت من مهرجانات شن تعرف في العراق إنه شوفوا شون أكو وجوه حلوة شلون ناس يعني تعرف تلبس شلون ناس إحنا عندنا انفتاح ما عندنا هذي مثل ما أنتم ماخذين نظرة سيئة عن العراق نسوا كل شي برامج أنا قدمتها برامج ألعاب ياما ناس كانوا يخابرون ومتصلين ويربحون جوائز وملايين مسحولت كل شيء كل هذا طبعا أنا ما أعتب على هذولا اللي صغار بالسوشل ميديا لأنه أنت تعرف هذولا يعني يكون هو يعني هسا مثلا مواعي على الدالي لا الطفل اللي صغير عنده آيباد ويفتح اليوتيوب وهايا ويكتب يعني تنتقد بطريقة لائقة بطريقة محترمة انتقد اللبس ما عجبك اللبس على عيني وعلى راسي بس مو يمس موضوع الشرف ويمس موضوع أنه إعلاميات تالي وقت ويمس أنه أنه أنا أصلا ما طلعت إعلامية تالي وقت أنا طلعت في قناة يمكن بالعراق بهذه الفترة وبهذه الآن ونحن كنا ثلاث محطات عراقية 2004 أنت 2004 العراقية والسومرية والشرقية ومن بعدها طلعت البغدادية يعني من طلعت ما كان أكلها سوشل ميديا لكان ويتساب لكان فيسبوك لكان يعني ما ما عدنا هذا نحك